كده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المرحلة السنوية في العام الدراسي المقبل سوى تستفيد من وجود التابلت ذاتا من الصف الأول وحتى الصف الثالث السنوي وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس المستوى الصعوبة وليس موحدا في شكل الأسئلة وذلك اتصاقا مع رؤية الوزراء لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش وكشف وزير التربية والتعليم بعد منامح امتحان السنوية العامة لعام المقبل 2021 حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة وده ما تقليل امتحان الالكتروني لكل مجموعة لحدة وفيه أوقات مختلفة وبنظام الكتاب المفتوح ومتسوي في درجة الصعوبة بما يضع المبدأ تكافؤة الفرص ولفتها الدكتور طارق شوقي لأنها نظام التعليم الجديد والليس يطبق على صوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث البدائي والتعليم الجديد في المراحتين الإعدادية والسنوية وكذلك تعدين المدمج لأنظمة مستقبلية ولسه مرتبطة بانتشار فيروس كورو كده الدكتور طارق شوقي وزير التربية